موسيقى يا ربون أنياجينيكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم منار فاروق السراحنة أنا من الأردن أدرس درست اللغة الكورية في الجامعة الأردنية ودرست اللغة الكورية أيضا في جامعة سيول الوطنية وأعمل حاليا مدرسة لغة عربية في معهد الوطني لبزارة الدفاع في البداية سأقدم لكم تقديما لمحتوى المحاضرات التي سنقدمها أولا سنقدم شرحا تفصيليا للأسئلة من خلال مثال ومن ثم سنقدم لكم شرحا للقواعد المذكورة في هذا السؤال ثم الكلمات الجديدة وثم نقدم لماذا هذه الإجابة صحيحة أو خاطئة ومن ثم أمثلة على هذه القواعد المذكورة في السؤال المحاضرات عبارة عن 25 دقيقة إلى 30 دقيقة تقريبا وهي عبارة عن أربع دورات في كل دورة يوجد سبعة محاضرات سندرس فيها تفاصيل امتحان توبيك رقم واحد الآن سنتحدث عن موضوع المحاضرة الأولى المحاضرة الأولى تقسم إلى قسمين القراءة والاستماع أولا الإستماع وسندرس في هذه المحاضرة الطريقة للإجاب والنفي وكيف نجيب عن السؤال بالإجاب والنفي وثانيا كيف نستخدم هل وماذا كسؤال وما هي الإجابة المناسبة ثانيا القراءة وفي القراءة سنتعلم كيف نختار موضوع لفقرة قصيرة أو لفقرة طويلة اليوم إن شاء الله 다음을 듣고 보기와 같이 물음에 맞는 대답을 고르십시오 보기 우산이 있어요? 우산이 있어요? إذن الآن سنبدأ بالسؤال الأول من الاستماع والسؤال الأول هو حول كيف نختار الإجابة الصحيحة والسؤال هو 우산이 있어요? 우산이 있어요? القواعد المذكورة في هذا السؤال أولا الإجاب الإجابة لهذه الطريقة في السؤال هي 네 والنفي والإجابة للنفي عنيو بالنسبة للقاعدة الثانية فلدينا قاعدة إي كا سويو أو إي كا أوب سويو والقاعدة الثالثة هي قاعدة إي يي يو وعني يي يو وأخيرا قاعدة إل رل سويو يستخدم أن سويو لا يستخدم وبالعودة إلى السؤال السؤال 우산이 있어요? هل عندك شمسية? والإجابة الصحيحة 정답 هي ثلاثة 네 우산이 있어요? نعم عندك شمسية وبالعودة الإجابة والسؤال تكون نفس الشيء إذا كانت الإجابة بإل إجابة أي نعم ننتقل الآن إلى السؤال الأول في الإستماع 1번 السؤال هو القواعد المذكورة في هذا السؤال أولا الإسم مع إي يو للإجاب و عن ي يو للنفي والقاعدة الثانية إيが إي سويو يوجد وأبسويو لا يوجد وثلاثة قاعدة إيが سايو رخيص والعكس بسايو غالي وأخيرا إيが كويو كبير والعكس تاقايو صغير أما الكلمات المذكورة في السؤال فلدينا كلمة كونج تيك دفتر وسادا رخيص والعكس بسادا غالي وكدا كبير والعكس تاقدا صغير بالعودة إلى السؤال السؤال كونج تيك ييو هل هذا هل هذا دفتر الإجابة كما قلنا بالإجابة عندما يكون الجواب نعم إذن الجواب والسؤال نفس الشيء إذن الإجابة تونج داب واحد ني كونج تيك ييو نقرأ الآن الأمثلة المتعلقة بهذا السؤال والمثال الأول المثال الثاني الإجابة بالإجابة ني أما النفي أنيو المثال الثاني الإجابة بالإجابة أما النفي فيكون بالعكس أنيو كايري سايو السؤال المثال الثالث لدينا مثال كاباني تاقايو كاباني تاقايو هل الحقيبة صغيرة الإجابة بالإجابة ني كاباني تاقايو نعم الحقيبة صغيرة السؤال والجواب نفس الشيء أما النفي أنيو كاباني كويو النفي الإجابة بالعكس لا الحقيبة كبيرة ننتقل الآن إلى السؤال الثاني الرجل يقول في السؤال الثاني يسأل الرجل بشرح قواعد هذا السؤال أولا لدينا قاعدة أعرف ولا أعرف طبعا نستخدم معها أدوات النصب القاعدة الثانية كثير ويوجد ولا يوجد القاعدة الثالثة في هذا السؤال بالإضافة لإستخدام أدوات النصب أما بالنسبة للكلمات فلدينا كلمة سكتي أي واجب وبالعودة إلى السؤال سأل الرجل سكتيغا بانايو سكتيغا مانايو هل عندك واجب كثير الإجابة والإجابة جانداب ثلاثة أنيو سكتيغا أبسو لا ليس عندي واجب وبالنسبة للأمثلة في هذا السؤال المثال الأول هنغو قل آرايو هنغو قل آرايو هل تعرف كوريا؟ الجواب والسؤال نفس الشيء ولكن النفي أنيو هنغو قل ملايو لا لا أعرف كوريا المثال الثاني سكتيغا تواهيو الإجابة بالإجابة نعم أحب الواجب والنفي أنيو سكتيغا شيروهيو لا أكره الواجب الإجابة بالعكس والمثال الثالث سكتيغا شيروهيو لهذا المثال بالعكس هل تكره الواجب؟ سكتيغا شيروهيو الإجابة بالإجابة نفس الشيء 네 سكتيغا شيروهيو نعم أكره الواجب أما الإجابة بالنفي فهي بالعكس دائما أنيو سكتيغا شيرو السؤال يسأل الرجل مو سالكويو مو سالكويو الكلمات أو القواعد أولا ندرس القواعد المذكورة في هذا السؤال مو مو هي أداة استفهام وهي اختصار لكلمة مو أي ماذا إذن السؤال عن شيء ماذا رقم اثنان فعل مع زمن المستقبل ثلاثة بالنسبة للكلمات المذكورة في هذا السؤال فلدينا أولا كلمة جمال عطلة نهاية الأسبوع شيجان سوق توجي اثنان وكي هي وحدة لعد الأشياء توجي اثنان وأخيرا جيجاب أي محفظة وبالعودة للسؤال بالعودة للسؤال الرجل سأل مو سالكويو ماذا ستشتري إذن السؤال مو إذن الإجابة يجب أن تكون شيء الإجابة الصحيحة تونغداب هي رقم اثنان جيجاب을 سالكويو تيجابل سالكويو سأشتري محفظة رقم واحد توجي سالكويو سأشتري إثنان وهذا خطأ لأنه لم يسأل عن العدد رقم ثلاثة جماري سالكويو سأشتري في الإجازة وهذا خطأ أيضا لأنه لم يسأل عن الوقت متى ستشتري ورقم أربعة شيجان يسو سالكويو سأشتري من السوق خطأ أيضا لأنه لم يسأل عن المكان ننتقل إلى الأمثلة بالنسبة للأمثلة فلدينا أولاً أدوات الاستفهام التالية عندما نستخدم أدات استفهام ميوكي كم واحدة الإجابة سأشتري اثنان أو اثنتين السؤال المثال الثاني الإجابة سأشتري غدا جماري سأشتري في الإجازة إذن الإجابة وقت ثلاثة من أين ستشتري؟ من أين الإجابة سيجاني سأشتري من السوق أو بكاديم سأشتري من المال أو ماتي سأشتري من السوبرماركت إذن يجب أن تكون الإجابة مكان 4번 이 회사에서 얼마나 이랬어요؟ ننتقل الآن إلى السؤال الرابع سابون في السؤال الرابع يسأل الرجل بالانتقال للقواعد أولاً لدينا أداة الاستفهام المانا لمدة كم المانا مع فعل إذن المعنى لمدة كم وثانياً لدينا قاعدة إرهادا والزمن الماضي من هذا الفعل إرهسويو بالنسبة للكلمات المذكورة في هذا السؤال أولاً كلمة أوهو مساء و هنجا بمفردي و بيت و ثلاث سنوات وكلمة هسا شركة وبالعودة للسؤال الرجل سأل المرأة إي هي ساي سو في هذه الشركة أول مانا إرسويو لمدة كم عملت والإجابة الصحيحة هنا تونغ داب إثنان سامنون إرسويو عملت ثلاث سنوات سامنون إرسويو إذن عندما يكون السؤال أول مانا الإجابة دائماً مدة زمنية ننتقل إلى الأمثلة المثال الأول بالنسبة لأدوات الاستفهام التي نستخدمها عادة أولاً دوغو هاكو إرسويو نوغو هاكو إرسويو مع من عملت الإجابة هنجا إرسويو عملت بمفردي هنجا إرسويو أو چينغو هاكو إرسويو عملت مع صديقي السؤال الثاني من الأسئلة المذكورة في الخيارات أونجا إرسويو أونجا إرسويو متى عملت متى إذن يجب أن نذكر وقت أو هو إرسويو عملت مساء أو في المساء المثال الثالث أودية سو إرسويو أودية سو إرسويو أين عملت إذن يجب أن نذكر مكان چي بي سو إرسويو عملت في البيت أو هي ساي سو إرسويو عملت في الشركة إذن بالعودة مرة أخرى إلى أدوات الاستفهام أدات الاستفهام المذكورة في السؤال أولمانا مع فعل كم مدة ولذلك يجب أن نذكر مدة أما بالنسبة للأمثلة لدينا أدات استفهام دوغو هاكو مع من والأدات الثانية أونجا متى والأدات الثالثة أودية سو أين ننتقل الآن إلى القراءة الكي في القراءة يجب أن ندرس عن ماذا يتكلم هذا النص يجب أن نختار موضوع هذا النص وأولا سنشرح المثال المثال في السؤال أو في المثال مذكور كلمة مذكورة مرتين وهي كلمة بودو بودو وهي عنب نوع من أنواع الفواكه عنب ومعنى الجملة بودو رو موغو سمني دا أكلتو أكلتو عنب عنبا بالنسبة للقواعد المذكورة في هذا المثال فلدينا قاعدة الزمن الماضي موغو سمني دا أكلتو أو السمني دا وقاعدة أيضا الصفة الماضية مع شصة السمني دا كان لذيذا كان لذيذا إذن كلمة بودو مذكورة مرتين في الجملة ولذلك هي موضوع الحوار أو موضوع النص وبالتالي الإجابة تونغ داب ثلاثة قايل وهي الفواكه أما بالنسبة للإجابات الأخرى رقم واحد شغان الوقت ورقم اثنان كومبو الدراسة ورقم أربعة نالتا التاريخ إذن الإجابة رقم ثلاثة نتقل الآن إلى القراءة رقم واحد وثلاثين سمشي بإلبون الجملة أباقا السمني دا أنيدو السمني دا أباقا السمني دا عندي أخ كبير و أنيدو السمني دا عندي أخت كبيرة أخ كبير وأخت كبيرة الكلمات المذكورة في هذا المثال أو في هذا السؤال كما قلنا كلمة أبا أخ كبير وأني أخت كبيرة واسمني دا عندي أو لدي بالنسبة للكلمات أو الخيارات المذكورة في السؤال الخيار الأول إرم سؤال هل موضوع هذا السؤال هو عن الإسم؟ أو ثانيا كاتو الأسرة هل موضوع هذا السؤال عن الأسرة؟ ثالثا سنيل عيد الميلاد ورابعا تينغو صديق إذن السؤال ذكر كلمتين أبا وأني وهتان الكلمتان من الأسرة إذن الإجابة تونغ داب كاتو الأسرة بالنسبة للكلمات الأخرى المذكورة في السؤال أو الخيارات الأخرى لدينا كلمة إرم اسم لا يوجد في السؤال أي اسم ولكن إذا كان السؤال أو الموضوع يتعلق حول الاسم من الممكن أن نشاهد كلمات مثل مينسو جيمس وكلمات أخرى أما بالنسبة للأسرة كاتو فعادة قد نشاهد كلمات مثل أبا أبي أبا أخي الكبير أني أختي الكبيرة أما أمي الخيار الثالث هو سنيل عيد الميلاد لو كان الموضوع هو عيد الميلاد قد نشاهد كلمات مثل كيك كيك وتوكا هم ندا مبروك أو كل عام أنت بخير وصم هدية وبالنسبة للخيار الأخير تشينغو قد نشاهد كلمات مثل تشينغو صديق أو هكيو تشينغو صديق المدرسة إذن الإجابة الصحيحة هي رقم إثنان كاجوب الأسرة ننتقل الآن إلى سؤال رقم إثنان وثلاثين من القراءة سمشي بيبون السؤال الجملة ويجب أن نختار من هذه الجملة ما هو موضوع النص كلمات المذكورة في هذا السؤال أولاً لدينا كلمة موظف شركة وثانياً لدينا كلمة سيارة وثالثاً شركة وبالنسبة للخيارات المذكورة في السؤال أولاً لدينا خيار تشيمي هواية تشيمي وثانياً تانسو مكان وثالثاً شمال عطلة نهاية الأسبوع ورابعاً تشيقوب وظيفة الإجابة الصحيحة طبعاً إجابة رقم أربعة توندب رقم أربعة لأن الموضوع يتحدث حول الوظيفة ترجمة للجملة أنا تونن هيسا ونمي دا موظف بنك موظف و تادونتا هيسا إيتا نمي دا التحق بي شركة سيارات مرة أخرى أنا موظف في الشركة والتحق بي أو أعمل في شركة السيارات إذن الإجابة الصحيحة رقم أربعة ننتقل الآن إلى السؤال الثالث والثلاثين سمشب ثم 번 من القراءة الجملة هي هنكوكي نن بوم يورم كأل كأوري السمي دا جيغم كأوري مي دا وبي تفسير الكلمات كلمات النص لدينا أولاً كلمة هنكوكي هنكوكي نن في كوريا بوم الربيع يورم الصيف كأل الخريف كول الشتاء السمي دا يوجد هذه الفصول الأربعة جيغم الآن كأوري مي دا الآن هو فصل الخريف وبالنسبة للخيارات اختيارات السؤال لدينا أولاً كيجول الفصول ثانياً نارا الدولة ثالثاً كيجول الفصول وبالنسبة للكلمات أو الخيارات المذكورة في السؤال لدينا أولاً كلمة كيجول الفصول عادةً قد يذكر السؤال كلمات مثل بوم ربيع يورم صيف كأل خريف وكيول شتاء وشبت بارد طبت حار الخيار الثاني نارا الدولة قد يذكر السؤال كلمات مثل هنقوك كوريا أو من أي بلد من أي بلد السؤال عن الجنسية مثلاً الكلمة الثالثة شجان السوق الكلمات التي قد تذكر في هذا الموضوع ولذلك إذن الإجابة الصحيحة هي رقم واحد الفصول 계절 ننتقل الآن إلى السؤال الثالث والأربعين من القراءة 43번 بقراءة السؤال السؤال يقول بدراسة أولاً كلمات هذا الموضوع أو بدراسة قراءة هذا النص 저는 أنا كريم أتعلم الرسم أو كيف أرسم جمال ماذا في كل عطلة نهاية الأسبوع جمال ماذا في كل عطلة نهاية الأسبوع 공원에 가서 أذهب إلى الحديقة و 가서 أذهب و و أفعل شيء آخر يعني 공원에 가서 أذهب إلى الحديقة 그림을 그립니다 و أرسموا رسم أو صور 가끔 أحيانا 어머니와 مع أمي 미술관에 미술관에 맏حف الفنون أذهب إلى 가서 أذهب إلى 맏حف الفنون 구경을 합니다 구경 هذا أتجول إذن شرح هذا السؤال أنا أتعلم الرسم أو الترجمة أنا أتعلم الرسم وفي كل عطلة نهاية أسبوع أذهب إلى الحديقة وأرسموا هناك أحيانا أذهب إلى متحف الفنون مع أمي وأتجول هناك بالنسبة للإجابات الإجابة الأولى أذهب إلى الحديقة مع أمي هذه الإجابة خاطئة لأن النص كان أنني أذهب مع أمي إلى متحف الفنون ولا أذهب مع أمي للحديقة الإجابة الثانية أمي تدرس الرسم وهذا أيضا خطأ لأنها لا تدرس الرسم لم يذكر هذا الموضوع في السؤال الإجابة الثالثة أذهب إلى الحديقة ذكر فيه أنني أذهب مع أمي أذهب مع أمي وليس بمفردها إذن تونغ داب ثلاثة الإجابة رقم ثلاثة والآن ننتقل إلى سؤال رقم أربعة وأربعين من القراءة وهو كيف نختار الجملة المناسبة أو الصحيحة للموضوع التي يتوافق معناها مع الموضوع رقم أربعة وأربعين 44번 الجملة 오늘 저녁에 손님이 옵니다 오늘 저녁에 손님이 옵니다 그래서 아침에 꽃도 사고 집도 정수했습니다 회사가 끝나면 집에 일찍 가서 음식을 준비할 겁니다 نعم بالنسبة لتفسير هذا السؤال 오늘 저녁에 اليوم مساء أو اليوم على العشاء 손님이 옵니다 يزورني أو يأتي عندي ضيف 그래서 لذلك 아침에 صباحا قد도 사고 اشتريت ورودا 집도 청소했습니다 ونظفت البيت أيضا 청소했습니다 نظفت فعل ماضي 회사가 끝나면 عندما ينتهي العمل 집에 일찍 가서 أذهب إلى البيت مبكرا 일찍 أمشق جنبي هلكم ندا سأحضر هلكم ندا سأحضر الطعام إذن مرة أخرى اليوم سيزورني ضيف على العشاء لذلك اشتريت ورودا ونظفت البيت وعندما أنتهي من العمل أو عندما ينتهي العمل سأذهب إلى البيت مبكرا وسأحضر الطعام لذلك الآن سنقرأ الجمل ونعرف ما هي الجملة الصحيحة الجملة الأولى سأنظف في المساء هذه الجملة خطأ طبعا لأن السؤال ذكر أنه نظف في الصباح الإجابة الثانية سأكل العشاء مع الضيف وهذه هي الإجابة الصحيحة هي رقم اثنان لأنه فعلا قال أنه سيأكل العشاء وسيحضر الطعام ويأكل مع الضيف الجواب الخيار الثالث حضرت يعني لقد حضرت الطعام وهذه الإجابة خطأ لأنه قال سأحضر والإجابة الرابعة سيشتري الضيف الورود ويأتي وهذا أيضا خطأ لأنه قال أنا اشتريت ورودا اعتمي كنت ساقو تبدو تونجو السميدا اشتريت الورود ونظفت البيت لذلك رقم أربعة خطأ إذن تونجو رقم اثنان ننتقل الآن إلى السؤال رقم خمسة وأربعين ساشب وبرن من القراءة يجب أن نختار هنا أيضا الجملة التي تناسب النص أو الجملة الصحيحة من الخيارات الأربعة السؤال أو الجملة هي 저는 마음이 아프고 힘들 때 친구를 만납니다 친구를 만나서 제 생각을 친구에게 이야기합니다 그러면 기분이 좋고 즐겁습니다 نقرأ أو نفسر هذا السؤال 저는 마음이 아프고 힘들 때 때 يعني عندما أشعر أو عندما يكون عندما عندما ألم في قلبي وأشعر بالتعب 친구를 만납니다 وقابل صديقي 친구를 만나서 제 생각을 친구에게 이야기합니다 وقابل صديقي و أفكار فكرتي لصديقي يعي هم ندا أقولها لصديقي كرام وبذلك كيبوني تكو تلقب سم ندا استمتع تلقب سم ندا و يتحسن مزاجي يصبح مزاجي جيدا كيبوني تتا هذا بالنسبة لتفسير السؤال وبالنسبة الخيارات الأربعة نقرأ الخيارات الأربعة ونفسرها أولا تون تينغو ياجي ر تل تسم تينغو ياجي كلام صديقي أنا أسمع كلام صديقي جيدا وهذه الإجابة خاطئة لأنني أنا من يتكلم أنا أقول لصديقي إثنان تون تينغو ر مان مان معم عب مي أنا عندما أقابل أو إذا قابلت صديقي تينغو المان مي إذا قابلت صديقي قلبي يؤلمني هذا خطأ أيضا لأن السؤال كان عندما يؤلمني قلبي أقابل صديقي ثلاثة تون كيبني جول تينغو ر مان مي دا أقابل صديقي عندما يكون مزاجي جيدا وهذه الإجابة أيضا خطأ لأن السؤال كان هم دل تينغو أقابل صديقي عندما أشعر بالتعب ويؤلمني قلبي الإجابة الرابعة تون عندما أشعر بالتعب أقابل صديقي أو أتكلم مع صديقي إذن الإجابة الصحيحة تون داب رقم أربعة والآن سنقدم لكم ملخص ما درسنا في الاستماع لهذا اليوم أولا درسنا كيف نجيب بالإيجاب والنفي على السؤال ب ني و أنيو ثانيا درسنا كيف نستخدم فعل أحب شواهي وأكره شروهي وثالثا درسنا كيف نستخدم أدوات الاستفهام أو السؤال مثلا كيف نجيب على سؤال ميوكي وكيف نجيب على سؤال أنجي متى وكيف نجيب على سؤال أوديسو أين وكيف نجيب على سؤال ألمانا كم المدة بالنسبة للاستماع نرخص الآن القراءة بالنسبة للقراءة فأولا يجب أن ننتبه إلى أزمنة الأفعال إذا كان الزمن مضارع أو ماضي أو مستقبل وبالتالي استبعاد الزمن الخطأ وثانيا يجب أن نستخرج الموضوع الأساسي للنص وليس الموضوع الفرعي وثالثا وهو الأهم يجب أن نتابع الموضوع الرئيسي للنص من خلال الكلمات المذكورة في السؤال فمثلا لو كان المثال أنا أحب التفاح التفاح لذيذ واشتريت تفاح إذن بالطبع سيكون الموضوع حول الفواكه والآن ننتقل إلى كلمات القراءة الرئيسية اليوم درسنا الكلمات التالية كلمات المتعلقة بالفصول مثل بوم ربيع يورم صيف كال خريف وكيول شتاء وأيضا درسنا كلمات مثل كلمات تتعلق بعيد الميلاد مثل كلمات سنيل وصديق مثل تشينغو وهذه هي الكلمات الرئيسية التي يجب عليكم درستها في هذه المحاضرة إذن سننهي محاضرة اليوم الأولى وأتمنى لكم كل التوفيق والنجاح إن شاء الله